مرحباً أهلاً وسهلاً فيكم اليوم مباشرةً من البوتكات نصور أول توتوريال رسمي راح تشوفوه على قناة بوتكات راح تشوفوه عندي على اليوتيوب وأكيد عندي على الانستغرام والسنابشات خليكم معي لتشوفوا البرودكت المستخدمين والتكنيك لـ how to achieve a beautiful smokey flowless skin, doy skin and natural lips متل ما أخبتكم اليوم عم نصور أول توتوريال مع بوتكات اليوم راح نبلش بالعيون ورح نستخدم Stay Don't Spray from Benefit by Light Medium Shade راح نبلش العيون راح أستخدم من Black Up ألم Waterproof لونه بني سو أنا من بعد ما حددت رسمة العين اللي أنا بدي إياها بالقلم لـ brown وعملت له blending للقلم وأهم شي نكون شوي صاري عين من شما ما ينشف سو طريقة كتير سهلة صبايا اللي عبي يحضرونا حددوا الـ lash line كأنكم عم بتعملوا natural smokey سحبوا العين لبره بها الطريقة وخلقوا crease هيك بسهلنا الشغل من شان تفتح العين أكتر وتبين أحلى وأكيد للأشخاص اللي عندهم العيون مبطنين كمان كتير بتساعد هيدا التكنيك أما الفرشة اللي عم بيستخدمها فهي من Make Up For Ever رقمة 216 سو يوم بالتها راح نستخدمها من Urban Decay Naked Heat راح بلش باللون انتقالي Low Blow وأكيد بنصحكم عطول من شان يطلع البلندنج معكم Perfect خلوا حركتكم عطول Circular Motion حركة دائرية وروحوا فيها شمال يمين يمين شمال من بعد اللون انتقالي واللون تاني اللي استخدمناه اللي هو Midover راح ننتقل إلى Lumber ينن نار نار وشرر إذا حابين كمان يكون ماكياجكم أقوى بشوي يعني More Smokey كل اللي عليكم تعاملوه انه ترجعوا تعيدوا بالألم شوي على Lash Line أو من بترموش متلنا منقول ونرجع نعمل Blending للألم وراح استخدم من Palette Urban Decay Naked Heat كمان Ashes راح نبالش بالفاونداشن بس قبل الفاونداشن راح استخدم Step 1 Equalizer من Make Up For Ever اللي هو Hydrating Primer كمية قليلة منه بس منشان تعطينا الترطيب هيك بتساعدنا يطلع الفاونداشن أحلى راح بلش بالسكن وراح استخدم اثنين من Shades المفضلين عندي من Make Up For Ever Ultra Cheap Perfector No.8 والترا تشتي ستيك نمبر 405 بدرجة أصفر أو اليالو ليش عم بستخدم نوعي من الفاونداشن؟ لأنه أحيانا مش كل الوجوه بده full coverage متما لاحظتوا هيدا منتج جديد Make Up For Ever رائع بانتياز وهو Invisible Foundation منه مؤذي للعين أما البرش اللي عم بستخدمها فهي رقمه 108 كمان من Make Up For Ever عطول خلوا حركة البرش بهالطريقة اللي أنا عم بستخدمها لحركة المساج بتكون لفوق كمان هيك منساعد عنه البشرة تظلها نظرة أكتر ومرتاحة أكيد لاحظت أنه فيه مناطق بالوجو بده مور coverage كلمة هيك راح أستخدم Ultra HD الستيك وأهم الشي بالميكوب إنه عطول خدوه الفاونداشن بالبرش يعني ما تستخدمو الفاونداشن دايركتلي على الوجو أول شي هيك بتحكمو بالكمية الفاونداشن اللي عم تستخدموها وبيطلع الوجو مرتاح أكتر وما بيكون كايكي وسميكي للكمبلكشن وقبل ما أستخدم الكونسيلر راح أبتدي بالUnder Painting اللي هو جديد Make Up For Ever اللي هني corrector, concealer and foundation بنفس الوقت بدرجة الييلو كمية قليلة منها تعطينا highlight كتير حلو تحت العين وبساعد كمان ونبين العين سوبر healthy من بعد الـ Under Painting راح ننتقل لل Ultra HD Concealer هو من أفضل concealer اللي بيستخدمون أنا والدرجة اللي عم استخدمها ييلو 31 راح أخد كمية كتير قليلة وراح حطها تحت العين نفس التكنيك، نفس الطريقة للكونسيلر اللي هي بالبروش اللي هي بتساعد على عدم إظهار الخطوط الصغيرة أكتر لتحصلوا على كونسيلر نتيجة وتطلع كتير حلوة تحت العين خطوا الكونسيلر، تركوا شوي تقريباً شي دقيقة قعدوا عصناب، شايكوا انستغرام، وبعدين عملو له بلندنج راح نفتح شوي هيد المنطقة هون ومن بعد ما نتأكد انه الكونسيلر استبت تحت العين سوفينا نستخدم Beauty Blender راح أستخدم Loose Powder من Sensei نجيبه Fluffy Brush وتسبته الكونسيلر والفاوندايشن راح نرجع لعيون، راح نستخدم كمية كمية قليلة من الـ Transparent Loose Powder Sensei ورح نرجع للألم البراون كمية من الـ Black Up خط رفيع على الـ Lower Lash Line لنعمل Super Natural Smokey نفس الألم راح أستخدمه لقلب العين وناخد براشة صغيرة ونعمله شوي بلندنج للألم ننتقل مرة أخرى إلى بالت Urban Decay Naked Heat وهلأ راح ناخد Scorched لون Shimmery Pigmented كتير حلو ننتقل مرة أخرى إلى Lumber كمية قليلة منه Glitzy Palette Make Up For Ever إكسكلوزي في بوتيكات ورح نبالش بـ Sculpt بـ Shade Sepia والهوى للكونتور Brownish Grey Tone رائع جداً وأنا بنصح كل الأشخاص نبتعد عن الكريمي كنتور بفصل الصيف ولما تكون الحرارة مرتفعة نكون عم نخفف طبقات وطبقات من الفاونداشن والكريمي كنتور سكالبت على الـ Lower Part من منخار جملتنا يوم كمية قليلة منه نغمق شوي هون ورح ننتقل للـ Blush ورح أخذ Peach Blossom Beautiful Blush من Make Up For Ever فيه لمعة خفيفة جداً كمية قليلة نستخدمها على الـ Upper Part ورح أخذ Golden Sand كمان من Glitzy Palette واللي هو Golden Highlighter ونحطها تقريباً بين العين وفوق البلاش نفس الـ Highlighter اللي عم نستخدمها رح استخدم منه كمية قليلة تحت الحاجب رح نحط شوي هون ورح نوزع شوي كمان هون على الـ Forehead وهيكثر عنا All in All Glow فوكس طبعاً لـ Glow على تشيكس وكل الوجه مدوي بطريقة ناتشل بعدنا بالـ Golden Sand Make Up For Ever رح أخذ كمية قليلة منه نغمق شوي ونضوي أكتر أول العين ننتقل إلى الحواجب ورح أستخدم من أناستوديا بيفرلي هيلز Brow Powder Deo in Chocolate لون جميل بني حلو ننتقل إلى الجزء الأهم وهو الـ Lashes واليوم رح أستخدم من Pinky Goat Lashes نغم كل اللي رح أعملوا لللبس إنه كمية رح أستخدم نفس الـ Highlighter نعطيهن Volume أكتر من أنستازيا بيفرلي هيلز من أنستازيا بيفرلي هيلز تكونوا شوي مراجزين بطريقة استخدام الـ Foundation والـ Eyeshadow والـ Blending وتذكروا عطول أنه كل ما خدتوا وقتكم شوي بالـ Makeup كل ما كانت النتيجة أحلى وأحلى بحب أرجع أذكركم أنه كل الـ Product اللي استخدمناهم بهذا اللوك موجودين عندي بالـ Boutique بـ Boutique إن شاء الله أكونوا حبيتوا كل الخطوات أشوفكم المراجزين